تريك بتاعي بتاع الرز السر اللي بيدلع طعم الرز عندي رائع موجود في كل بيوتكم البصل المقلي البصل المقلي بعمل فيه خطوة زيادة اني بحطه في كبة لما بنقلي الكشري وساعات يزيد عندنا وكده بقوم حطه في الكبة هخلي شوية عشان نزوق فيهم الوش وبعدين بحطله شوية زيت انا عندي معجون الجنزبيل والتوم هاتون طلعوا اشوفوا في التلاجة هنا المعجون اهو علشان هدخله النهاردة بوصفة انا عارفة هي ايه هحطه بس غير كده انا بضربه بخليه معجون بيوري وبس تخدمه على طول في وصفات بتضيف طعم البصل المقلي المميز على طول للاكلة من غير مايبقى فيه قطع هحط دلوقتي هنا عليه الغطاء ولو عايزين نحفظه هجيب الملح بس لو عايزين نحفظه فترة طويلة في التلاجة نحط له ملح الملح بيحافظ عليه الزيت والملح هيحافظه على الخليط الخليط ده سحر معلقة منه وانتي مستعجلة تعملي احلى رز سمك ولا هتعودي ساعتها تقلي بصل ولا تكرملي بصل ولا احجم علقة على الحلة تعال نشوف عندنا هنا معجون البصل المقلي اعملوه حطوه بالتلاجة وادعولي هناخد حالا خلينا نقول عندنا في التلاجة وعايزين نعمل رز البصل هناخد حالا الخليط ده من التلاجة فرضا على الحلة غسلين الروز هندي الروز النهارده معلقة صلصة طماطم الصلصة يا شباب فين في التلاجة صح؟ غالبا الصلصة في التلاجة هندي معلقة صلصة طماطم الريحة ريحة خطيرة معلقة صلصة كبيرة واحدة بس ونديهم تقليبة رزي بسمتي النهارده غسلاء من غير ما كسره هنا مش هحط زيت البصل مليان زيت هحط بصل صلصة طماطم ومليان ملح هنحط ممكن مكعب مرأة خلوني بس نحط الرز كله بسم الله غسلاء من غير ما كسره نقع فترة بصميتة جدا وما هي فترة ناخد فوتا عشان أعرف أمسك الحلة السخنة دي أين هي الفوتا تقليبة بسوا اللون تقليبة من غير تكسير الرز ميتنا مغلية وعندنا مكعبات مرأة تيجو نديله شوية كمون بس سنة كمون بوهرتنا بس هتبقى الكمون يلا عندي هنا الكمون والمرأة هحط معلقة صغيرة كمون وفقط إذا لو عندي البصل المقلي ده هقوم جايبة حطها في الحلة حطها عليه معلقة الصلصة حطها عليه الرز معلقة الكمون ولو حابين أصلا حطوا الكمون عليه في الخليط ميتنا مغلية أنا حطيت مكعب مرأة نسيت ما حطيتش حاضر همحطته حالا الرز البسمتي بيحب المية كتير فبزود ميته عن الرز المصري لما سويه تبقى عالية شوية عليه هاتون أخد مكعب مرأة زرة ملح ما تضرش عشان الرز في المرحلة دي هو اللي بتشرب الملح تقليبة ما عايز أدوب دلوقتي مع المية لما تغلي حندوب البصل كده وتطلع كل الحلة كل لقمة رز مليانة بالبصل الحاجة التانية اللي بحب أعملها كمان أحط شوية منه كده بيدوب كده وبيبان قطع ما بين الرز يغلي ورقة زبدة نغطي دلوقتي عملنا أول حاجة بتاخد وقت عشان نعمل باقي براحتنا إذن خلطة البصل المقلي هتفيدكم جدا في السرعة اللي ما تبقوا عايزين تعملوا رز السماء اشتركوا في القناة رز سماة صباح